بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وابن عم رسول الله ورسول الله دعاله قال اللهم فقهه في الدين واعلمه التأويل حق قصة جميلة جدا انه ذات مرة كان يجلس في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانتم تعلمون ان الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة جاء اليه رجل يشتكي حاجة عنده مشكلة يعني فقال له ابن عباس ان شاء الله سوف اقضيها لك فأخذ ابن عباس الحزاؤه وخرج من المسجد فأوقفه واحد الصحابة وقال له يا ابن عباس أنا سيت أنك معتكفا كيف تقطع اعتكافك يعني ماذا فعل ابن عباس الذي قطع اعتكافه ليقضي حاجة أخيه المسلم وقف سيدنا ابن عباس رضي الله عنه أمام قبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأشار بيده وقال أنا الذي سمعت صاحب هذا المقام يعني النبي صلى الله عليه وسلم وما العهد منه ببعيد يعني الكلام ده كان قريب لأن صلى الله عليه وسلم الحقيقة كان ميت من وقت قريب وفاضت عينها ظل يبكي وقال أنا الذي سمعت صاحب هذا المقام يقول من سعى في حاجة أخيه خير من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرا نفهم الحقيقة درس مهم جدا إن السعي لقضاء حاجة المسلمين أفضل من أن تعتكف في مسجد صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا شو بقى المعتكف يصلى قد إيه ويقرأ قرآن قد إيه ويسبح ربنا ويذكر ربنا قد إيه والصلاة في المسج النبوي خير من ألف صلاة ويعني أنت لما تقضي حاجة أخوك المسلم يعني تقوم منك كام ساعة ساعتين يوم يومين يستحار ده ممكن يعني ممكن مكالمة تلفونية ممكن الواحد يجيلك مزنوق تتصل المكالمة تحلله مشاكله ممكن تحلله مشكلة بكلمتين أو ثلاث كلمات هذا فهم مهم جدا في هذا الدين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن خير الناس أنفعه من الناس أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعه من الناس طيب وخير الأعمال عند الله عز وجل سرور تدخله على قلبه مسلم والحقيقة إن كثير جدا من الناس ودي من نعم ربنا الحقيقة على بعض الناس أدمن خدمة الناس سبحان الله ليه دايما يخدم ده ويساعد ده ويحل المشكلة ده ويفكر بنده هذا شيء أعظيم جدا الحقيقة وبعدين لما واحد بيعرف عنه ذلك كل الناس بتلجأ له وطبعا ده رزق على فكرة ما هي تصل حسنة بتأتي بالحسن السلام بيعمل خير ربنا عز وجل بيرزقه إيه خير تاني كمان لأن الحقيقة طاعته دي أرزاق من الله صلى الله عليه فاللي يدمن خدمة الناس يقبل الناس عليه ويتصل خيره إن شاء الله النبي صلى الله وضح لنا أن أنت لما تقدم خير الناس وتسعى في حاجة أخيك فإن الله يكون في حاجاتك يعني لما يكون عندك مشكلة بالله عليك مين أفضل واحد يحل هذاك الذي بيده الأمر كله هو الله سبحانه وتعالى إنما الصلاة يقول والله في حاجة العبد ما دام العبد في حاجة أخيه وحديث الآخر والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه